اشتركوا في القناة اهلا وسهلا من ورانا وزي ما كنت بقول بيت الخرنفش هو في ريحة بيوتنا المصرية الحلوة ريحة الدفع بتاع البيت المصري كلميني شوية عن بيت الخرنفش خاصة ان انا زي ما قلت في المقدمة قبل ما نقبل حضرتك انه هي قصة حقيقة وقصة وقعية ومشاعر صدقة جدا حضرتك عشتيها ومرتي بيها هي في الحقيقة بيت الخرنفش هي قصص حقيقية من معايشتي في حي الجمالية شهير موقع عن نشأتي في شارع المعيز لدين الله الفاطمي وفي المكان الاسري الجميل ده ويمكن انا اتشرفت ان قابلت حضرتك في وقت المعرض طبعا شرف لينا قابلنا حضرتك في معرض الكتاب طبعا وتكلمنا شوية مع حضرتك بالضبط بيت الخرنفش هو يعني امكان في المقدمة انا كتبت سطر تعريفي اقول انه عن الحب والحنين وذكريات نحية على رحيقة لان الانسان هو مجموعة من الذكريات هو مجموعة من التفاصيل والتفاصيل دي اللي بتكون الشخصية وبتكون انعكاسها على كل حياتها مكان الميلاد العيلة الجيران الأهل الأصحاب المدرسة التربية المصيف التعرف على شريك الحياة قصة الحب ومشاعر البدايات الجميلة التحديات اللي قابلناها وازاي وجهناها على مصدر المدار الرحلة لان دايما اقول ان في رسالة مهمة نوصلها لأولادنا والشبابنا ان احنا مش بنوصل لمكانة كويسة عشان ما فيش تحديات احنا بننجح رغم التحديات فده كانت الرسالة الأساسية اللي انا عايزة ابعتها ده اللي شجعك انك تكتبي بيت الخرنفش هو ده كان السبب الرئيسي انك تكتبي بيت الخرنفش ولكنت حابة انك تدي نموذج كمان للقارئ او نموذج للشباب والسيدات والرجال عن شكل البيت الدافي ده ممكن يطلع منه ايه كل ده مجتمع فعلا يا سيد راني يمكن كان الأساس يعني هي كانت رسالة وفاء لزوج وشخصية ندرة الأشخاص الايكونيين اللي هم بيكونوا نمازج نكحة وعندهم قدرة على العطاء وبيأثروا في محيطهم بيأثروا في الزوجة وفي الولاد وفي أصلا في أسرتهم بيأثروا في محيط عملهم الأشخاص دي لازم دايما طول الوقت نذكرهم بالخير ونديهم مسأل وقدوة علشان ندي الأمل ان فيه كمان حاجات حلوة يعني يمكن دايما احنا بقول خبر الصحفي دايما بيعتمد على الأخبار العكسية يعني ما نقولش يعني كلب عد مواطن لان ده طبيعي لكن لو قلنا مواطن عبد كلب هو ده الخبر ده في الصحافة السريعة الصحافة الخبرية اللي بتطلب تسعى وراء الإثارة لكن الحياة الحقيقية فيها نمازج حلوة زي ما فيه تحديات وصعوبات وعلى فكرة ده الأكتر احنا بيوتنا العيلة المصرية اللي هي نواة المجتمع ده مش كلام نظري ده حقيقة احنا ضربين بجذورنا في أعماق التاريخ وانا اتولدت ونشأتي كنت محظوظة انها موجودة في قلب التاريخ طبعا الجمالية وشارع المعز ده في قلب التاريخ بالزبط طبعا يعني انا الطبيعي ان انا كنت بتضرب يعني يمكن في الصيف كنت بروح اتعلم ازاي ان انا اتعلم الحرف اليدوية في بيت السحيمي وفكالة الغوري فحرك متخيلة اثر العمران واثر الحضارة والتراث المصري على نشأتي وتكويني وازاي خلوني عندي اعتزاز وفخر شديد وزودوا الانتماء وارتباطي بالوطن انه هو مش مجرد بس مكان يحتضننا ده مكان شكل كل حاجة في داخلنا مكان احتوى ايامنا وان احنا جذرنا عميقة وعريقة وعظيمة جدا صحيح صحيح وهي دي مصريتنا الحقيقية واسمحيلي اقول لحضرتك انه زي ما كتبتي عن العميد ايهاب الله ارحمه وزي ما قلتي انه هو قدوة وانه هو مثل مشرف اسمحيلي كمان اقول لحضرتك ان حضرتك كمان قدوة وحضرتك كمان زوجة مخلصة جدا ونموذج مشرف للزوجة المصرية وللأم المصرية المخلصة القوية المسؤولة الحقيقي يعني اتمنى انه طبعا زي ما حضرتك قصدتي انك تدي نموذج اللي زوج حضرتك الله يرحمه انا احب كمان ان اللي يقرأ كتاب يتعلم من حضرتك مش بس يتعلم منه خلينا اتكلم شوية عن قصة الحب خلينا اتكلم شوية عن بدايتها اتعرفتوا على بعض ازاي حبيتوا بعض قد ايه انت قررتوا ترتبطوا ببعض يعني خلينا كده نقرب شوية المشاهد من قصة حبكم بشكر حضرتك جدا على الاطراء ده واتمنى اكون استحقه تستحقي طبعا شكرك جدا عايز اقول لحضرتك ان المرأة المصرية مرأة عظيمة ايه والحقيقة مرأة بتحب البيت وبتدافع عنه صح بقوة وشرافة احيانا صح بالنسبة لها مهما كان تمكين الاجتماعي المهني اولوياتها دايما انا بتكلم عن الصورة الطبيعية ما بنتكلمش عن الأحاد والشواز النماذج السيئة الندرة الاساس في المرأة المصرية تحديدا انها بيتوتية جدا بتحب بيتها وزوجها وأولادها وعيلتها وبتبقى دايما هي ركيزة لو انا يمكن دربت مثل في الكتاب لقصة كتيرة تربينا عليها في نشقتنا من الدراما زي نماذج الوتد زي في الليلة الحلمية المرأة المصرية في الريف وفي الصعيد وفي البيت العادي لها ركيزة اساسية من خلال الكتاب حاولت ان انا وانا بتكلم عن قصة الحب أبايد ان اللي شدني لإهاب اساسا ارتبطه بأسرته وازاي كان عنده أم عظيمة رحمة الله عليها لحاجة عيشة وانها بنسبالي كانت أيقونة احنا كنا جيران وانا صديقة أخته وكنت بشوف زابط شاب مرتبط جدا بأسرته وبعيلته وازاي انه رغم مكانته اللي بيبدأ خطاة الأولى في حياته المهنية الصعبة وفي مركز مرموك لكنه مرتبط جدا بأسرته بيودهم ويحنوا على أمه وعلى أخته فكان ده بداية انبهاري بالشخصية حنيته وإخلاصه تجاه أهله ده كان من الأسباب اللي لفتت انتباهك جدا وده الحاجة اللي بتأثر على فكرة في الفتاة وبتخليها يعني الانبهار بالوظيفة وبالمال مش هو الأساس مش زي ما بيوتهم الفتيات ان هي بس بتجبري ورا المظاهر ورا الطلبات على العكس هي لما بتشوف نموذج متمكن بيبقى قوته زي ما كتبت في الكتاب لصالح العيلة لحماية شريكة حياته مش قوته ضدها وده على مدار حياتكم ما قللش من اهتمامه بيكي ما قللش من اخلاصه لحضرتك ولا حبه لحضرتك ولا تأديره لحضرتك على العكس احنا تشاركنا في الاهتمام بعيلتنا يعني احنا كنا فاعلين كنا حريصين جدا ان احنا نخلي دايما نخصص وقت وده كله كان بترتيب يعني كنا دايما بنتشارك ونتكلم على ان احنا لازم نبقى مهتمين احنا يعني نكون اولاد برين باهلنا اللي احنا يعني سمرهم سمر كفاحهم ورحلتهم فما ينفعش باي حال من الاحوال ان احنا ده ارتبطنا الشديد يأثر عليهم على العكس لازم نكون اضافة لده فكنا حريصين ان احنا بقى مع بعض في المصايف مصايف عائلية تجمع العلتين ان احنا نكون دايما في زيارات يوم الجمعة عند الحجة عيشة زي ما هي بتحب تجمع اولادها وينشأ الاولاد في اطار هذا الحنان وهذه الرعاية ويتعلموا التقاليد ويتعلموا الاصول ويتعلموا الترابط ورابطة الدم فيبقى لهم فنبقى فيه قيمة للكبير وللعام وللجدة ويبقى فيه ان احنا الولاد العامة وولاد العامة وولاد الخال والخالة اللي هم رابط مهمة جدا لان في الحقيقة يا سيدة رانيا فيه زواهر بتجد على مجتمعنا ان احنا نشوف انسياق وراء اصحاب ايا كانت باعهم وننسى الاهل انا احيانا كتير دلوقتي بشوف افراح ومناسبات عدد الاصحاب فيها اضعاف اضعاف العيلة احنا بنقتصر وبنقلل العلاقات ده مش الطبيعي حلو جدا انا واحدة من الناس اللي عندي صدقات بعتز وبفخر بيها وبعتبرهم اضافة وصراء لحياتي لكن ده ما ينفعش ياخد من علاقاتي الاسرية ومن العيلة فكنا حريصين طول الوقت وإحنا في رحلتنا ان احنا نعمل التوازن ده ودايما نبقى بنودين لأهلنا بكل اهتمام ورعاية على مدار الرحلة جميل ان احنا نكون متفاهمين وجميل ان احنا نكون متفقين على كل خطواتنا بس اكيد الحياة كان فيها صعوبات اكيد الحياة كان فيها مشاكل بس الطريقة اللي عدتوا بيها مشاكلكم اعتقد ان هي دي اللي كانت دايما بتقويكم وكانت شكل من اشكال الروابط بينكم تعالي نعلم الاجيال اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي النهاردة لما كنت حضرتك بتواجهي مشكلة معايا كنتوا بتحلوها ازاي كنتوا بتعدوها ازاي كنتوا بتتعلموا منها ازاي بشكر حارج جدا على السؤال ده الاساس ان مشاكلنا ما تخرجش برق قضيتنا ان احنا لا اولادنا ولا عائلاتنا يبقوا طرف في اي خلاف ما بيننا احنا نختلف على ميزانية البيت نختلف على توقيت لشغلي نختلف على اولوية لتطوير حاجة في حياتنا كل ده وارد لان احنا بني قدمين وبنمر بيها وبيبقى فيه اختلاف وجهة النظر كل واحد فينا جاي من بيت مختلف بالقيم مختلفة حتى لو في اطار عائل اجتماعي متقارب وده مهم جدا لكن في كل في النهاية كل منا ليه شخصيته المستقلة برضو كنا بنتكلم كتير يبقى ان احنا ما نخرجش تفاصيل حياتنا واسرارنا ما ندخلش في احد ولو حبينا ان احنا نستعين برأي حد بنستعين يعني لو هو ايهاب زعلان مني ياخد رأي والدي مش عائلته ليه؟ لان والدي اولا مش هيجي على بنته عمره ما هيزعل منها يبقى ايهاب ما خرقش اسراري انا لما كنت فيه اي حاجة لما والدة ايهاب لما تشوفني زعلان ملكم او فيه ايه ابدا ده احنا كويسين جدا تقول لي لا ايهاب ما اقدرش يزعل مهد انا عارفة ده انت حياته فهو بالنسبة لها خلاص عرفت ان انا مكانتي مقدرة عنده فبقيت مع ذاتي عندها بكتسبها من هذه المكان الاولاد لازم اشيطلعوا في بيئة صحية ما يحسوش ان احنا مختلفين حتى لو على طريق تربيتهم لازم يبقوا هما شايفينا ان احنا كيان بندور على مصلحتهم ففي النهاية كانوا لما دلوقتي لما احكي لهم تفاصيل اي حاجة في الحياة يقولوا بس احنا كنا شايفينكم دايما ان انتم واحدة واحدة يعني طلعين نازلين مع بعض في احتياجات بنتشارك في كل حاجة احيانا هو يتشغل جدا فلازم انا اكمل ده احيانا لو انا مشغولة هو يكمل ده فالتكامل ده بيعوض بقى اي خلافه بزوجه وبيخلي فيه رصيد لو انا زعلانة منه من اي حاجة هو اثر ما هو كان عملي وعملي وعملي لو حضرتك برضو ما هو كانت عملت وعملت وعملت لو انا اثرت في البيت ومشغولة في الشغل في فترة دية وفيه طبعا نحرك عارفة الصحافة وبما ان حركة استاذة واعلامية كبيرة فعارفة ان احنا فيوقتنا احيانا كتير جدا احيانا تبقى مش ملكينا خالص فغصبا عننا هيحصل تأثير في نقطة من النقل نراجع بعض ويوجهني وانا ما بقاش معانيتش جميل جميل هنعرف بعد الفاصل اكتر ما كان يميز هذه العلاقة على كل المستويات وازاي اثارتي ده في كتابك وازاي كتبتي عن ده في كتابك وكان ايه لي يهمك انك تكتبي عنه في الكتاب بس بعد الفاصل تجي عنا لحضراتكم مرة تانية ولسه معانا ومن ورانا الكاتبة الصحفية الاستاذة مها سالم بنتكلم معاها عن كتابها بيت الخروم فيش قبل الفاصل على طول كنت سألت حضرتك ايه اكتر ما يميز العلاقة الجميلة اللي كانت ما بينكم ولا كنت حبة انك تزهريه للقارئ عشان يقدر يتعلم منه في 30 حكاية حكيتي 30 حكاية مختلفة في كتابك من ذكرياتكم انه انتوا اطفال انتوا كنتوا جرين وحضرتك كنت ساحبة اخته كمان لحد ما توفاه الله احكيلي شوية عن المراحل دي وايه اللي كنت حابة انك توصلي للقارئ الصد كنت حريصة جدا ان ننقل من خلال كل الحكايات الحقيقة اللي احنا عايشناها واللي احنا مرنا بيها يعني يمكن من اجمل الرسائل اللي بتجيلي من القراء اللي يقولون الكلام لمس قلبنا وشفنا فيه حكاياتنا يعني شفنا فيه ايامنا الحلوة لان احنا بنا تشابه كبير ما بين القسر المصرية كنت حريصة ان انا انقل رسالة لولادي وللشباب في سنهم ان الاحترام ليه اثر مهم جدا جدا على استدامة العلاقة وان احنا حتى لو اختلفنا بنبقى حريصين جدا ان احنا منهنش بعض لان فيه حاجات لو تقالت بتعلم وما بيبقاش سهل ابدا تجاوزها فيبقى فيه بدائل احنا ممكن نبعد شوية عن بعض في الوقت ده نبقى نختار الوقت وطريقة الخلاف ان احنا دايما نبقى في اولوية بعض ان احنا مهما كانت الحياة بتاخدنا في التزامات حريك عارف احنا يعني انا حبيت جدا ان انا اذكر صعوبة البدايات وان احنا ازاي كنا حريصين وان احنا بنبدأ حياتنا ان احنا نطورها ونشارك بعض في بدايتها ان احنا اول عربية وان هي ازاي جبناها ووصفت بالزبط ميزانية البيت للعروسين الهدف ان الشباب ما يحسوش ان فيه حاجة ممكن تقفعائق في السعادة معاهم احنا ممكن جدا كنا نخرج ننزل نشرب يعني عصير من محل بسيط في الشارع وممكن لو عندنا دخل في الوقت دوت جي اكتر نروح افخم الفنادق واحسن الاماكن السعادة مش بس بتوفر الامكانيات بالرضا وبالاستمتاع وان احنا نبقى حريصين على التجديد دايما ان احنا يبقى عندنا مقنن وقت احنا عارفين ان احنا بنقضيه مع بعض ودايما بيبقى فيه محاولة ان احنا وانحنا بنبني حياتنا ما ننساش نفسنا وندل صالحنا ما نخليش الحياة هي اللي تسرقنا لان حارتك شايفة دلوقتي السلع الاستهلاكية واللي عولمة اثرت ان التحديات بقت ضخمة والشباب شايفة ان هو لو ما اخترقش الفضاء ويعني بلغ السماء طوله يبقى محققش نجاح لا على فكرة انت مجرد اليوم اللي بيمر على الواحد وهو بصحة وسلامة وسعيدة ده نجاح يعني لازم نرجع لنفسنا الثقة احنا قادرين واحنا نقدر نعيش بشكل سعيد ونحقق حياة مستقرة بشكل محترم وبشكل في سعي التحدي ده قد حريصة جدا ان انا انقله من خلال ذكر التفاصيل احنا عملنا ايه في الفرح وازاي قدرنا ان احنا نعمله ازاي ان هو كشاب يعني حديث التغرق كان حريص ان هو يعتمد على نفسه في تكوين نفسه عشان ادي مثل للشباب ايه ابدأ وهتلاقي لو انت صادق والمهم ان هو العيلة كمان لازم تشوف العيلة بقى عيلة الشريكة الحياة ان هي لو شافت شخص عنده استعداد للسعي ترحب بي وتساعده ما تغاليش في الطلبات بعد كده هيجي كل حاجة لكن الاساس لما بيبقى محترم وقوي ده بيفرق جدا صحيح اصعب المراحل اللي مرتو بها في حياتكم اصعب المراحل مرحلة اللي كنتي بتبقي عندها وقفة ما بين ان هو احنا فعلا هنكمل وكملته اصعب المراحل ما كانتش ابدا ليه علاقة بينا الحاجات القدرية اللي خارجة عن اطارنا يعني يمكن فترة مردي دي كانت اصعب فترة مرت علينا مع بعض لان كان مرد شديد جدا اصبت فيه بالسرطان والاورام طبعا يعني من الحاجات اللي بتدمر الانسان وبتدخلنا في دايلاما تحدي بتهدد كل البيت كنا حريصين في الوقت ده ان احنا نبقى متماسكين جدا كنا حريصين ان احنا نحاول نعبر التحدي ده طبعا يعني سبحان الله نربنا الداني القوة ومنح ايهاب الحنان والعطاء لاستعابي وان هو يبقى واقف معايا وفي ظهري وربنا رزقنا بحب العيلة والاصدقاء اللي قوونا في الفترة دي انا بعتبر ان ده من اصعب التحديات اللي مردت بها مع بعض علشان كمان كل حد بيمر بهذا التحدي يعرف ان ربنا كبير وان احنا ممكن نبقى كويسين وعدي لكن وقوف الرجل جنب زوجته في الوقت ده يعني يمكن من اكتر الحاجات اللي بتبين اصله الطيب واللي بتخليها بقى طبعا طول حياتها تمنح له كل حاجة يعني لا بقينا نتكلم دي فلوس مين ولا بقينا نتكلم على تفاصيل صغيرة لان احنا مرينا بعقق يهدد الحياة فما فيش حاجة يعني حسيت بعد كده ان حتى رحيله ما بعدناش عن بعض ايهاب معايا طول الوقت انا عايش معايا وهو موجود في حياتي لاخر يوم لغاية ما ربنا يكرمني وقابله فللدرجات دي المواقف الصعبة اه بتبقى تحديات جدا لكن لا يعني هو زي ما بقول ان الاهل صلة دم الشريك الحياة اللي انت بختاره بنفسك وهو مختاره بنفسه ممكن رابطة بقى اقوى من اي حاجة لانه بالاختير اكيد وجهتك مشاعر مختلطة بحياتك بتكتبي يعني انا النهاردة بكتب كتاب انا بحاول على قد مقدر ان انا من خلاله اوضح رسالة انشر رسالة احكي حكاية في نفس الوقت الحكاية دي حقيقية عن اعز 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 الغاليين في حياتي اللي فقدته بفتكر بس عايزة كمان اكون متفقلة بفتكر بس عايزة كمان اكون بالديناموزج اكيد وجهتك مشاعر مختلطة جدا حرج بتوصيفي بالزبط لان يعني كانت يعني من الحاجات اللي انا قلتها لنفسي انا ما كنتش اتمنى ان اكتب الكتاب يعني كنت اتمنى ان انا بقى عايشة مع ايهاب في حضنه وفي حنانه وفي وجوده من غير ما حد بالضرورة يعرف عننا حاجة لكن تبقى حياتنا امانة مستقرة بوجوده يعني لكن ربنا اراد ان يحطنا في الاختبار ده فحسيت ان في رسالة بقى طيب هو ايهاب لازم يتخلد ويفضل اسمه يتردد ويفضل الناس تدعيله وتقول ان احنا يعني ربنا يرحمه ويعلي مردبه انه عظيم بالشكل ده وقبس وجوده الى الحياة من خلال الكلمات لعلها يعني تبقى في ميزان حسناته وتبقى دايما هي الزخيرة اللي نرجع لها انا والولاد واحنا دايما نعايشين ايامنا الحلوة معاه الاجيال الجديدة يمكن ما عاشتش لحظات كتيرة قوي كلنا عشناها ما عاشتش لعب كتير لعبناها اوقات حلوة قضناها تفاصيل صغيرة يمكن اجيالنا والاجيال اللي اكبر مننا شوية يفتكروها الاجيال الجديدة كلها عايشة في جو كله الكترانيكس كله سوشال ميديا حسن ده مأثر قد ايه في الفرق ما بين الاجيال اللي حضرتك شفتيها وعشتيها وما بين الاجيال اللي موجودة دلوقتي طيب هحكي لحضرتك حاجة بسيطة ان انا حرست في الكتاب ان انا اكتب ألعب موليد السبعينات والثمانينات وهي كانت ممتدة لاجيال زي ما حررتك ذكرتي قابلينا حرسيل ده لانه نوع من انواع التوصيق والتسجيل يعني كنت حبة ان انا اسجل الانسربولوجي للمكان وللموقع وكمان للطبيعة الحياة علشان ده مهم بما فيها حتى الميزانية والحدود وابين الشراقة والانسانيات مهمة ازاي لان احنا بنعاني لو في معاناة حاليا وفرق انا لمسا من خلال اولادي والحمد لله حرست ان ده مبقاش موجودين وهم كده فعلا بقت الشباب والاطفال اصغر عايشين في باب القوقعة هم بيكونوها سواء في محيط سكنهم من خلال الكمباوندات ونادي معين ومدرسة معينة بقت بيئة محددة مغلقة عليهم بتفصلهم شوية عن الاندماج في المجتمع ده من اخطر التحديات لان بقت فيه مجموعات مستقلة متبينة كل مجموعة عارفة بعض لكن مش عارفين الحياة بشكل عام ما بقاش فيه الاهتمام بالمشاركة المجتمعية ان هما يبقوا الالعاب كانت جماعية احنا كنلعب الاولى ونط الحبل والسوبيان يلعبوا البلي ويلعبوا النحل كل ده كانت بتتطلب مشاركة انا سعيدة مثلا جدا دلوقتي بعودة العاب حركية زي البادل حلو جدا ان احنا ننزل ونتحرك ففيه موجود بس محتاج مشاركة ومحتاج اهتمام من احنا كأسر ان احنا نحرص على مشاركة ولادنا في الظواهر دي ونبقى مسع الوقود وليه ما نلومهمش نشاركهم نعيش معاهم نقعد على الارض زي ما احنا كنا بنعلم نعمل نلعب كوتينة ونلعب دومنا ونلعب طاولة نلعب حتى ألعبهم نتعلمها بالزبط الكترونية كويس نتعلم نخليهم يعلمونا نتعلم ونشاركهم نقعد معاهم ونسمع منهم ونقعد معاهم حتى هما واصحابهم يعني انا كتير احب بعض مع ابني واصحابه اسمع منهم واسمع حكاياتهم واعرف حتى ايه الشقاوة اللي بيعملوها اعرف ايه تفاصيلهم عملوا ايه في المدرسة عملوا ايه النهاردة في النادي بيتكلموا في ايه ايه الحاجات اللي بيديقهم طب ايه الحاجات اللي بتفرحهم احيانا كده بتحب انك كمان تصغري معاهم وتلعبي معاهم ألعبهم بيعكس على الارتباط ما بيننا وما بيقاش فيه جزر منعزلة دي اخطر حاجة كل واحد فينا اللي عنده ماسك على الموبايل او على الشاشة ايه منعزلين تماما كل واحد في مكانه انا احيانا دلوقتي مثلا بعمل ده حتى لو احنا كل واحد فينا في مكانه ونتفق ان احنا هنتفق على المسلسل ونعد نعلق لبعض ايه نشوفنا الحلقة ودي اخبارها ايه فمع التقدم ومع التكنولوجيا احنا ما ينفعش نبقى عكسها ونحاربها لكن من خلالها نقدر ان احنا نخليها قدالة تواصل بدل تبقى قدالة منعزل بالزبط 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 ان احنا نستخدمها ان احنا نتواصل ما بيننا وما بين بعض نتفرج كلنا مع بعض على الحاجة واحدة نبقى كلنا متابعين حاجة واحدة احيانا ممكن نلعب نفس اللعبة يعني ولو غير كده كمان ان احنا نقعد نتكلم مع بعض ده بيخلق مساحات مشتركة وبيبقى فيه حوار لان اكتر حاجة خطر ان احنا نبقى جزر منعزلة الاكتئاب والوحدة ما بيجيش غير من ان احنا من افتقاد الحوار لكن لما وعلى فكرة اولادنا بيفرحوا جدا جدا وبيقوموا احتاج لنا احيانا كتير لما بنتي او ابني بيكلموني وكون انا شردة سواء في الشغل او في هموم القلم بل ايهم هم مش عايزة اقولك ده بيعن عكس عليهم سالبا قدي على العكس لما يلقوني انا معاهم بكل جوارحي واهتمامي زي ما بنقول عليه كواليتي تايم وقت ليه جودة يعني انا مصغية ليهم باهتمام انا مشاركهم في تفاصيلهم بيسمعوا جدا مش زي ما احنا متفايلين وانا بتعلم منهم حاجات كتير لان الجيل ده متفرد واتعلمهم من التكنولوجيا وعقلهم متطور وعلوم حديثة تلقوها وبقام ياخدوا من العالم كله خبرات فمهم ان احنا ده يحصل صحيح انا الحقيقة يعني كمان من خلال الكتاب اللي حررتك جميل اللي حررتك كتبتيه نهاردة وبنتكلم عنه طبعا النهاردة انا الحقيقة كمان حابة اني اوجه رسالة لكل الامهات احنا محتاجين نقرب من ولادنا محتاجين نتكلم بلغتهم محتاجين ما نبقاش قاعدين كمان معاهم طول الوقت احنا الواعز الناصح بس لا احنا محتاجين نقرب نتكلم معاهم حتى لو بيحكونا حاجة غلط حتى لو بيحكونا حاجة يمكن تكون برة قمصنا شوية نحاول نقرب منهم نحاول نتكلم لغتهم نحاول نصحبهم نحاول نسمع منهم ما نحاولش دايما طول الوقت ان احنا عملين ننصح وعمالين نقول وعمالين نتكلم عن خبراتنا الكبيرة جدا أحيانا خبراتهم كمان بتبقى مهمة جدا وهو كمان محتاج يحسن أنه عنده خبرة مهمة ومحتاجين نقرب منهم نبقى شبههم يعني أنا كتير قعد أفكر قد إيه إحنا لما كانوا أهلينا يعودوا يتكلموا معنا ده أنا كنت بعمل وده أنا كنت بعمل قد إيه كان بيبقى وقت الكلام ده هو بجد أنت كنتم مثاليين قوي كده هو بجد أنت كنتم شطريين طول الوقت قوي كده أنا النهار ده بعض مع ابني لا أنا محتاجة أحكيله عن غلطاتي محتاجة أحكيله أنا عملت إيه محتاجة أحكيله أنا لما غلطت الغلطة دي اتعلمت إيه منها واستفدت بإيه منها محتاجة أتكلم لغته أسمع كلامه أشوف طريقته في الكلام أشوف شكل شقاوته عاملة إزاي أشوف لما يحب يعمل حاجة بر قموسنا شوية هيبقى شكلها إيه عشان حتى أعرف أقرب منه وأعرف أنصحه قبول الاختلاف ثقافة مهمة جدا لازم دي محتاجة الأباء والأمهات تبقى عندهم دفل بالنسبة للأزواج وبالنسبة للأولاد عايزة أقول حضرتك لما بسمع من الشباب أن هم يعني حاليا النساء بالطلاق بتتزيد للأسف الأساس فيها أن كل واحد فينا فاكر أنه هو دايما على حقه وأنه هو ضحية أنه ما فيش تقدير من الشريك أو أنه ما فيش مشاركة لازم نتقبل أنه إحنا مش ملايكة عايزة لا أنا نزلة ليه جناحات ولا شريك حياتي شيطان فيه قبول الاختلاف مهم جدا وأنه إحنا غض البصر شوية عن بعض العيوب أمر مهم جدا إلا لو كانت حاجة لا تقبل زي البخل الشديد زي التجاوز زي الإساءة دي محطات لازم نوقف عندها ونرجعها لكن فيما هذا كده لما يكون فيه اختلاف ولما يكون فيه صعوبة وتحدي ولقيت نقص في شريك حياتي أكمله يعني إحنا لأن إحنا موجودين عشان كده نقول عليه شريك للحيات بالزبط فالإحساس ده هينعكس علي أنا بالخير وبالسعيدة صحيح أولادنا طبعا مهم جدا أن إحنا نسمعهم مهم جدا أن إحنا نقبل أنه هم بيغلطوا لأن لحنا ملايكة ولا هم بالزبط ونقف علشان لما نيجي نراجع ونقول لا هنا فيه خطأ ما ينفعش إن إحنا نعمله يبقى فعلا الكلام لي إينا وما نرميش اللوم على بعض كأمه وقبف مين السبب في الغلطة لأنه هو في الآخر طفل لازم يغلط ولازم يتعلم مش عشان هو غلط ده معناه أن الأم مقصرة أو ده معناه أن الأب مقصر ده معناه أنه هو طفل طبيعي بيعيش حياته وبتعلم يعني فكرة إن إحنا كمان نرمي اللوم على بعض أمه أنت السبب أمه أنت السبب هو ما فيش حد السبب على فكرة هو الطبيعي إن طفل بيغلط وبيتعلم رحلته وهيكونها وهيمشي مصار حياته وهيكون شخصية مستقلة لهو بالضرورة هيبقى كاربون كوبي من الأب أو من الأم هيبقى كينونة مستقلة نجحنا إن إحنا نساعد ونحمي قدر الإمكان وندعي لهم ونلهمهم لكن لا نتدخل ولا نجبرهم ولا نحن نكون قصيين بشكل زيادة عن اللزوم اللي نلاقيه مش هو في الدراسة متفوج جدا لازم نضغط عليه إنه هو يبقى من الأوائل لأ نستكشف معاين ساعده نوي لقي نفسه لقي هويته وشخصيته ومدى تميزه في إيه صحيح الأم والأب عليهم كمان دور مساندة ودعم لأن الحياة قاسية وصعبة تحدياتها كتير البيت لازم يكون يفضل الواحة الآمنة وده اللي حاولت في بيت الخروم فيش دايما أن أنا أظهره إنه إحنا دورنا إنه إحنا نحتضن أسرتنا وأولادنا ونكون المكان الآمن ليهم إنهما دايما يعرفوا إنهما هيرجعوا هيلقوا هنا القبول هيلقوا هنا الأمان أيه صحيح حالتك كمان ذكرت في كتابك عن الترابط ما بين الأحفاد والأجداد وترابط الأسري في الشكل ده وفي المنطقة دي كلميني عنها؟ صحيح مهم جدا في الحقيقة كان يوم الجمعة يوم مقدس عندنا الاحتفال بالأعياد وإحنا يعني في أوقات مباركة أو إحنا يعني سواء في عيد الأطحى سواء في عيد الفطر إزاي إنه إحنا حرست إنه إحنا نكتب تفاصيل العادات والتقاليد من ناحية زي ما قلت الحركة إنه أنا حبّة جدا إنه إحنا نوصق الأسر المصرية المتوسطة إزاي بتمارس تقصها من إعداد الكحك لتبادل الهدايا لليلة الوقفة بنعمل إيه؟ حتى من توضيب البيت وإحنا إزاي ده احتفاء في حد ذاته صلاة العيد مع بعض إنه إحنا لازم نروح للجد والجدة نروح لأول إعلية إهاب وبعد كده نروح لإعلتنا إمتى هنشوي مع بعض إمتى إنه إحنا هنعمل احتفالات بسيطة هناخد العيدية التفاصيل الجميلة دي هي اللي بتكون سراء وبتعمل ذكريات مفيش حاجة في الدنيا تعوضها سواء إنه إحنا كنا في الوقت ده قادرين إنه إحنا زي ما قلت لحضرتك نروح أفخم وأغلى الأماكن أو إنه إحنا قعدنا قعدة بسيطة جميلة حوالي المسرحية إحنا قلفناها وكنا بنمثلها مع بعض المفاكرة كلها في المشاركة وإنه إحنا نعمل لنفسنا ذكريات نعيش على أثارها وتخلينا تهون علينا صعوبات وتحديات الحياة صحيح والترابط ده كمان بيطبطب كده على أقلوبنا بيحسسنا دايما بالونس بيحسسنا دايما إنه إحنا مع بعض وبيحسسنا دايما بالطمأنينة يعني إحنا لما بنبعد عن أهلنا شوية بنحس إن في حاجة نقصانة بنحس إن إحنا متوترين إنه عندي مبدأ إن أنا لو عايز أولادي يبطلوا مرتبطين بي لازم أفضل أنا مرتبطة بوالدي ووالدتي لأنهم هم يتعلموا بالمثل و بالقدر هيشوفوا حضرتك بتعملي إيه ومن غير افتعال لازم فعلا ده حقيقة إن إحنا يعني اللي بنشوفه من عمل أثره وثماره إحنا اللي هناجم عايزة تكلم عن الغلاف بقى الغلاف في الحقيقة أنا استلهمته يعني والمبدع محمود هشام هو دكتور وطبيب قلب استلهمه من المكان التراثي اللي احنا تولدنا فيه من الجمالية ومن بيت السحيمي واللون الأخضر لون المقام سيدنا الحسين اللي احنا يعني اتربينا في رحابه والبركة والنفحات الطيبة اللي احنا كنا فيها ويمكن يعني كانت ليا إضافة مقترح إن احنا نعمل تصوير لإيهاب ومه وهم قاعدين في المكان الجميل ده اللي نشأنا فيه وإزاي لإنه هو في الحقيقة الأصول اللي تربينا عليها أثرت جدا فينا وخلتنا طول الوقت عندنا قيم بنتميز بيها حارسين عليها وحارسين على نقلها لأولادنا أنا طبعا سعيدة جدا بلقاء حضرتك وزي ما كنا بنقول احنا يمكن كنا تقابلنا في معرض الكتاب لكن كانت مقابلة سريعة سعيدة بوجودك معنا النهاردة ويا رب دايما كده يعني يكون عندنا نماذج كتير مشرفة مصرية على جميع المستويات الأم النموذج المصري الصادق المخلس القوي اللي دايما قلبه على بيته ودايما قلبه على ولاده ودايما قلبه على حياته الأب الجميل الحنين اللي بيقدر يحتوي بيته بيحتوي مراته يحتوي ولاده الأب مش بس الحاسم الأب مش بس اللي بيخوف الأب مش بس اللي بيزعى الأب اللي بيحتوي اللي بيحن اللي بيحضن اللي بيتكلم اللي بيسمع وده اللي خلى النهاردة زوجة زي حضرتك تتكلم عن النموذج المشرف اللي حضرتك تكلمتي عنه الولاد أكيد ما أنا النهاردة لو متربية في بيت الأم بالشكل ده والأب بالشكل ده أنا بطلع جيل أكيد هيكمل نفس الطريق اللي بتدوء الأم والأب أنا بشكرك مرة تانية وألف رحمة ونور على العميد إيهاد أنا اللي بشكر حضرتك واستمتعت وحسيت أننا في بيت العيلة يعني جزء من بيت الخرنفش وفي الحقيقة اسمحي لي رسالة أخيرة إحنا لو فعلا عايزين نبتدي حياة مستقرة لشبابنا يعني يمكن أجمل حاجة سمعتها من أم فاضلة وصديقة عزيزة لما قالت لي أن الكتاب ده المفروض يتدرس للشباب المقبل على الزواج علشان يعرف أن إحنا زي نأسس بيت يكون مستقر وهاني وفيه أمان الزوج لازم يبقى عارف أن القوامة من المسئولية ومن قيامه بمسئولياته كاملة ومن رعايته فعلا لبيته والزوجته والزوجة لازم تعرف أن مسئوليتها أن هي الاستيعاب والتحمل الآمن طول ما هو في الإطار الآمن والمعقول أن ما فيش حاجة يعني خارج الصياق الطبيعي عليها مسئولية كبيرة جدا وفي الآخر هي اللي هتستمتع بحياة أمانة مستقرة بتمنى لكل الشباب أمل في حياة جميلة وفي نجاح في حياتهم ودايما يقدروا يكونوا حياتهم ويعيشوا ذكريات جميلة يا رب إن شاء الله أنا بشكر حراتك مرة تانية مرسي بشكركم طبعا كان معانا دفتي اللي كانت من ورانا النهاردة الكاتبة مها سالم اتكلمنا عن كتاب خاص جدا اتكلمنا عن شكل من أشكال الحب والإخلاص والتفاني في تحقيق الأحلام والوعود اتكلمنا عن بيت من البيوت المصرية الأصيلة اللي كلنا نحب أن بيوتنا تبقى شبهها بشكركم وكان معاكم رانيا السيد وشوف حضراتكم على خير